طارق حامد تواجد في نادي الزمالك خلال الساعات اللي فاتت وبدأ الكلام يتقال ان طارق حامد جاي يقعد مع ماجل صدارة نادي الزمالك طارق حامد راجع نادي الزمالك في عارق او والد ممكن يحصل يعني بس طارق حامد كان موجود نادي الزمالك النهاردة في سبب او بسبب ملوش اي علاقة بالكورة خالص خالص هو طبعا موجود في مصر عشان معسكر منتخبنا الوطني ومطشين تصفات كاس العالم فقالك اعدي على نادي الزمالك بيعدي ليه على نادي الزمالك خد شوات صور كده مع الناس اللي موجودة فالناس نشرت الصور ده فقالك يلحق طارق حامد راجع للزمالك طارق حامد ببساطة شديدة كان موجود في نادي الزمالك النهاردة لفترة تقترب من 45 ديئة وكان بيخلص حاجة في من سيارة الشهر العقاري اللي موجودة جوه نادي الزمالك بيخلص حاجة يعني يتخص خالص ولا يابل حد من المجلس ولا يابل حد من الفريق ولا أي شيء خالص طيب هل ده معناه عم كريم أن طارق حامد مش يرجع في يناير قلت لكم قبل كده خبر مهم جد أن طارق حامد ما عندهش مانع يرجع نادي الزمالك في الوضع الحالي ومن نادي الزمالك يتكلم مع فرق الطارق حامد وهو لا يمانع العودة لنادي الزمالك بس ما فيش أي مفوضات وما فيش أي خطوات حقيقية من نادي الزمالك بخصوص هذا الأمر حتى يزي الله صلى الله عليه وسلم طيب